تشكيل المباراة من البداية نادي مش قاعد طول يوم عمال تطور أداء اللاعبين صحيح انت بتشتغل طريبا من 4-5 شهور في السنة أو 6 شهور و 6 شهور تأيين انت بتشتغل نظري بتتابع صحيح فالطبيعي انت وجهازك المعاون ومحالي الأداء معاك فيه الفريق وانت بتتفرج على المدافعين منتخب مصر فيه آخر 3 شهور أكيد مع كامل احترام يعني مش محتاجة واحد بروفاشنل عشان يقولك أن أفضل صنائية هي صنائية محمد عبد المنحة وإبراهيم بواقع أن هما الاتنين بيلعبوا مع بعض بشكل متوسط للمسابقات المحلية ولمسابقات الدولية وانتهاء بمونديال الأندية طيب انت خدت قرار بأن أحمد حجازي يكون أساسي مع محمد عبد المنحة بكل أمانة مش هادة بصنا محجازي بكل أمانة في الآخر اسم كبير ولكن احنا واجبنا نقول اللي شفناه في آخر 3 شهور أحمد حجازي اللي تابع أحمد حجازي في مطش الأهل في المنحة الأندية أخطاء وعمل حتى ميس باس للقرى اللي رحت لكهرباء كنا نفاكرين في الدوري المحلي منزعات أحمد حجازي تحت جدا عنده مشاكة كبيرة جدا 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 فيه الشرك الدفاعي وفيه كذا مباراة اتغلبوا فيها بيسكور يصل إلى 3 و 4 أهداف المباراة واحدة فبالتالي أنت تاخد قرارك هل بتاخد قرار بناء على التاريخ ولا بتاخد قرار بناء على الواقع أدي أول مركز المركز الثاني مركز المنافسة بين محمد حمدي وحمد فتوح بكل إيمان محمد حمدي دفاعيا النهاردة كان سيء للغاية أخطاء فيه الرقابة أخطاء فيه واحد على واحد في أول عشر دقيق فيه كورة الولد لفيه مستحيل مستحيل فول باك يتلف به بالشكل داخل من ضغط الجزاء والولد لوله أنه فنش الكورة تزديدة سيئة جانب القائم كان أكيد بقت هدف مؤكد فأنا أشوف طبعا مستحيل تحت أي حامل أحوال أن أنا هفضل محمد حمدي الأحمد فتوح إلا في حالة واحدة أن أحمد فتوح مصاب بس تيه الحالة وحيدة إنما فنين مستحيل الحاجة التالتة اللي إحنا كلمنا عليها بتاعت زيزو ونص المرة وبالتالي إحنا هنا خلاص المارش هنا خرس وزي ما حاجة فضلت وقلت فعلا ضعف منتخب موزنبيك هو اللي خلنا منتخب مصر فيه الهجمات العشوائية اللي عملنا في نهاية المباراة شخص جاي يوم الخميس مع منتخب غانا اللي دلوقتي في وجهة نظر يقاب خوصينا وقلنا من هو ممكن يقدر ياخد تلات نقاط تلوقتي واحد واحد والديقة تقريبا اتنين وسبعين منتخب غانا فعلا عنده جابها يسرة طبعا كلنا عارفينه منتفرج عليه مع فيه الدور وكان عليه خنائة ما بين أسبانيا وما بين غانا لغاية لما غانا حسمت الموضوع الجنسية واللعب باسم غانا بتتكلم على جناح أيمن ساروخي ساروخي سريع لأقصى درجة بالكورة وبين دون كورة عارف فيتوريا حيام اللي بقى المتشجاه اللي عابلك أحمد أبر فتوح هو لازم يلعب أحمد فتوح صراحة لازم فأنت محتاج بقى انت محتاج تتدارك الأخطار بداية من الخط الدفاع ووصولا ليه تاني حل المعضلة هنعمل ايه في معضلة صلاح وزيزو هتستغنى عايز تستغنى عن واحد خد قرار الاتنين مع بعض في الملعب ماينفعش كل أمانة المصلحة بنتخب مصر أهم من أي شيء تاني الاتنين مع بعض في الملعب ماينفعش بس طبعا السيناليو حاجة تفضلت وقلت اللي كان ينفع مطش موزنبيك ماينفعش نعمله في مطش غينة لنه عنده خناقة جديدة في نص الملعب فهنا ممكن نروح للسيناليو اللي قاله ثابت نحن هده بنلعب بتلاتة في خط الوسط تلاتة صرحاء بنلعب مثلا بحمد فتحي ستة وبالعب مروان وعمام عشور مثلا يعني فهنا هو لازم يخلق قرارة عشان يحسسني ان هو بيقرى الموضوع يا كابت اسلام بكل أمانة أنا بحيث ان فيتوريا بيتكلم كلامه بيعمل حاجات تانية خارس في حت تانية يعني انت النهاردة شغال تاريخيا أنا النهاردة متعود محمد صلاح أساسي منتخب مصر وطبعا مصطفى محمد النهاردة بصحر بصريق صعب مرموش يلعب عليه معين مرموش عمل شغل جاي بس النهاردة برضو مرموش لما لعب لعب مع الجناح لو حكت تفتكر في الحلقة اللي فاتت أنا ألتها لك مرموش تقلقه مع فرانكفورت بسبب ان المدير الفني يحوله ليه مهاجم صريح نهاردة مرموش لما نزل بديل نزل على الجناح طبعا ما هو عنده مشكلة في الجناح هنعملها ازاي دي يعني ايه حلها فأنا بشوف هو محتاج ان هو يعيد حساباته ويختار او ياخد القرارات المفيدة للفريق مش القرارات خلينا اقول ايه مابين كوتيشن يعني دبلوماسية بالنسبة للسكواد او اذا كان معرفش بقى هل هو انا بصحة ما تعملتش معاه مصادر شخصي هل هو قرره من نفسه ولا قرره من استشارة المجموعة اللي حواليه انا المعلومة دي مش من عندي ولكن اللي شفته النهاردة اكيب من اليوم في المية ما ينفعش يتكرر يوم الخميس شكرا